السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكو عالم الكمبيوتر والبرامج. ازايكم عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض على حضاركو ازاي تعصره على مفتاح تنشيط الويندوز المفقود من على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. فقال كتيرة بعد ما بنشط الويندوز بننسى مفتاح التفعيل ونشلقينه. واحنا محتاجين ان احنا يبقى مفتاح التفعيل ده موجود معك بصفة مستمرة في حالة تصديق نصفة ويندوز جديدة. ممكن يكون ال سي دي اللي كان عليه مفتاح التنشيط ضاع منك او المفتاح نفسه ضاع او انت عايز تعرف مفتاح التفعيل. في الفيديو ده بازن الله هعلمك ازاي تستعيد مفتاح التنشيط بتاع ويندوز حداشر او ويندوز عشرة بمنطقة البساطة بدون ما نستخدم اي برامج. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو للنهاية. الخطوة الاولانية اللي احنا هنعملها بازن الله ان احنا نروح رايحين على اه شرية البحس اللي موجود في قلب شرية المهام. تمام? ونقف فيه بالماوس وبعد كده نحول اللغة اه بتاع الكتابة من اللغة العربية للغة الانجليزية ونكتب كلمة سي ام دي. تمام? كده يظهر معنا حاجة اسمها موجه الاوامر. تمام? لازم اشغله كمسؤول. خطوة دين هم جدا وحضرتك لو ما شغلتوش كمسؤول لو عملتوه فتح او تشغيل عادي مش هيظهر معك مفتاح التنشيط بتاع الويندوز اللي انت نسيتو. تضغط على التشغيل كمسؤول. بنقول له نعم. بننتظر الحديث ما يفتح هيفتح معايا بالصورة ديت. فيه امر بسيط بازن الله انا هتركو لك في قلب سندوق الوصف بتاع الفيديو. مرة تانية بقول في قلب سندوق الوصف بتاع الفيديو عشان فيه ناس كتيرة بتستأني عن الروابط او الاوامر اللي انا بستخدمها بسيبها فين? تمام? هبدأ احدده وابدأ اخده نسخ. هقفل ديت مش محتاجها اعمل لها حفز. تمام? هاجي اضع الرابط في قلب سندوق. آآ اللي هو موجه الاوامر. كل اللي انا هعمله هقف بالماوس واعمل كليك كيمين. هتلاقي الامر تم لصقه في قلب موجه الاوامر. زي ما حدرك شايف كده. بعد كده كل اللي انت هتعمله هتضغط على آآ مفتاح اندر من لوحة المفاتيح. بمجرد ما تضغط هيزهر ليك على طول مفتاح تنشيط الويندوز بتاعك اللي انت نسيته او ضع منك. هتضغط على اندر. زي ما حدرك شايف كده مفتاح التفعيل بتاع الويندوز الخاص بيك. تم العصور عليه بمنتهى البساطة. كل اللي انت هتعمله في الوقت ده ان انت هتعمله عملية آآ تزليل. وبعد كده تاخده نسخ وتحتفظ بيه في مكان امين لحين اللي حين احتياجك لي. يعني انت هتزلله وهتاخده آآ نسخ. كل اللي انت هتعمله عشان تاخده نسخ. هتضغط على كنترول وسي. تمام كده هوت. وبعد كده هتنزل ده تحت. وتفتح آآ مستند نص جديد. تمام كده هوت. بعد ما تفتحه هتضغط على كنترول وسي. هتلاقي حضرتك مفتاح التفعيل بتاع الويندوز اللي انت فقدته. تم العصور عليه. كل انت هتعمله هتحفظه في مكان امين لحين الاحتياج مرة اخرى. تفتح تقفل بقه ده. وتعمله حفز. تمام? وتسميه بالاسم الخاص بي. اللي هو مفتاح او هتكتب عليه كي. عشان تبع عارف ان ده مفتاح التفعيل بتاع الويندوز بتاعك. وتحفظه في مكان امين لحين الاحتياج اليه مرة اخرى. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد. ما تنساش ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. عشان يصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.